السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله على نعمة العلم والحمد لله على نعمة القرآن الكريم والعظيم والحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله يا أبناء الطلاب وأهلا ومرحبا بطلاب وطالبات العلم والجد في الصف الخامس الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والدرسنا اليوم تلاوة صورة غافر من الآية الأولى إلى الآية السابعة عشر نهاية الآن يا أبناء الطلاب بارك الله فيكم إلى أهداف الدرس فمن أهداف الدرس أن يتلو الطالب الآيات تلاوة صحيحة مجودة أن يتلو الطالب الآيات تلاوة صحيحة مجودة ومن أهداف الدرس أن يتأدب الطالب بآداب تلاوة القرآن الكريم أن يتأدب الطالب بآداب تلاوة القرآن الكريم فنحرص بارك الله فيكم يا أبنائي على التأدب بآداب تلاوة القرآن الكريم نأتي الآن إلى هذه الآداب وإلى جملة من آداب تلاوة القرآن الكريم من ذلكم أن يكون القارئ على طهارة وعلى وضوء أن يكون القارئ على طهارة وعلى وضوء فإن الله سبحانه وتعالى يا أبنائي يحب المتطهرين وكذلكم يا أبنائي من آداب تلاوة القرآن الكريم القراءة في الأماكن الطاهرة القراءة في الأماكن الطاهرة والابتعاد عن الأماكن القذرة والنجسة كدورات المياه أكرمكم الله فإننا لا نقرأ فيها القرآن الكريم وإنما نقرأ مثلا في البيت وفي المدرسة وفي المسجد وفي غيرها من الأماكن الطاهرة ومن آداب تلاوة القرآن الكريم عدم الانشغال بشيء آخر لا ننشغل بشيء آخر فإذا كنت تقرأ القرآن الكريم فإنك لا تعبث بأدواتك المدرسية الخاصة بك ولا بالهاتف وإنما تنشغل بقراءة وتلاوة القرآن الكريم وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم استعمال السواك وتطيب الفم بحيث تكون رائحة الفم طيبة وزكية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على استعمال السواك وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذة والبسملة الاستعاذة والبسملة أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلكم بارك الله فيكم يا أبنائي من آداب تلاوة القرآن الكريم القراءة بخشوع وترتيل ورتل القرآن ترتيل وهكذا يا أبنائي كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الخشوع والترتيل والتأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عجولا في قراءة القرآن الكريم ولم تكن حتى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قراءة فيها سرعة وفيها عجلة وإنما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بخشوع وترتيل فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم نأت الآن إلى جملة من فضائل القرآن الكريم من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فإن هذا القرآن الكريم يا أبنائي كله خير وبركة وأنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة مباركة وهذا القرآن يا أبنائي ينفع ويشفع ويرفع صاحبه في الدنيا والآخرة فإذن نعتني بالقرآن يا أبنائي بارك الله فيكم وكذلك من فضائل القرآن الكريم قوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذه مزية وفضيلة لصاحب القرآن الكريم بأن له الأحقية في إمامة المسلمين في الصلاة فهذا يا أبنائي بارك الله فيكم حديث يبين لنا فضل القرآن الكريم والمتقن للقرآن الكريم تلاوة وقراءة وحفظا وكذلك من فضائل القرآن الكريم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي من خير المسلمين وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه الآن يا أبنائي نأتي إلى تلاوة سورة غافر ونستمع الآن لهذه الآيات ولهذه القراءة المباركة والمتقنة فأرجو منكم يا أبنائي أن يكون المصحف بين أيديكم ونقوم بالمتابعة والتركيز مع هذه القراءة المباركة والمتقنة إما باستخدام القلم أو الأصبع ونضع القلم أو الأصبع على الكلمة التي يقرأها القارئ مستعدون يا أبنائي هيا يا أبنائي مستعدون بارك الله فيكم هيا بنا أعلم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الآن يا أبناء الطلاب بارك الله فيكم بعدما استمعنا إلى هذه القراءة المباركة والمتقنة سنستمع لها مرة أخرى فأرجو منكم يا أبنائي بارك الله فيكم المتابعة والتركيز بشكل جيد هيا يا أبنائي بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الآن يا ابناء الطلاب بارك الله فيكم نأتي إلى التنبيه على بعض الكلمات من ذلك في قوله تعالى حاميم حاميم وكذلك من الكلمات غافر الذنب وقابل التوب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وكذلك يا ابنائي من الكلمات وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وكذلك يا ابنائي من الكلمات وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا حقت ومن الكلمات يا ابنائي فاغفر 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 وكذلك يا ابنائي جنات عدن جنات عدن في حال الوصل نقول جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وكذلك يا ابنائي من الكلمات إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُوا اللَّهِ وَكَذَلِكُ مِنَ الْكَرِمَاتِ يا ابنائي قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه ذلك بأنه إذا دعي الله وحده إذا دعي الله وحده وكذلك يا ابنائي من الكلمات وإن يشرك به تؤمنوا وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير العلي الكبير وكذلك يا ابنائي فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ومن الكلمات يا ابنائي يوم التلاق التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ومن الكلمات يا ابنائي لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم وفي الختام يا ابنائي هذا ورابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع إليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة والمتكاملة إلى الملتقى بإذن الله عز وجل الحصة القادمة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته